قد تحاول قد تحاول لا يقال تحاول مرة قد تحاول مرة قد تحاول مرحبا العالم هو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الفصل الأول طلابنا وصلنا وياكم للخلية الحقيقية النواك بالمحاضرة السابقة أخذنا خلية بداية نواك وصلفنا عنها وقلنا هي الخلية اللي تمثل أنه أول تعليل موجود بها يقول تعد الخلايا البداية أقل الخلايا تطورا كونها أكثر بداية من حيث الشكل والتركيب وأخذنا مميزات الخلية البداية اللي هي نواتها بدون غلاف نوية ولا نوية وتدعى منطقة النوات أو المنطقة النووية والسايتوب لازم ما لا تشبيه ما بأعضيات بي بس الرايبوسومات التي تقوم ببناء البروتين وتتمثل بالبكتيريا والتحارب الخضر المزرقة والمايكو بلازمة وخذنا أنه قلنا كل خلية بكتيرية تمثل كائن بداية النوات يحيط بها جدار صليب وهذا جدار مؤلب يعني تركيب الكيميائي بروتين دهون عديد سكريت صح لو لا وأخذنا أنه سايتوب لازم ما لاتهما بأعضيات بمنطقة نووية والرايبوسومات وقلنا خلية المتحركة تحتها على أهداف وأصوات ورسمنا هنا اللي هي شنوة الخلية البداية اليوم نأخذ عالم ثاني عالم ثاني شسمه الخلية حقيقية النوات يقول هي الخلية التي تمتلك نوات حقيقية تعال توقف لحد هاي اللحظة شنوة نوات حقيقية باور أنا بالمحاضرة السابقة أخذت هاي خلية شبيهة بها غشائب لازمي كل الخلية البداية والحقيقية بها غشائب لازم وكل الخلية البداية والحقيقية بها سايتوب لازم وكل الخلية البداية والحقيقية بها نوات بس النوات تختلف مرة نقول عليها بداية النوات ومرة نقول عليها حقيقية النوات البداية باوة هذا رح أسميه غلاف نووي صحيح لا وهنا أنا عندي نوية هاي كلها رح شاسميها النوات فباوة هاي مادة نووية معزولة عن السايتو بلازم المنطقة هاي النووية شوفها منطقة النوات او المنطقة النووية هذا احنا نسميه طبعا بعدين رح نتقدم بالمحاضرات نسميه بلازم نووي هسه معزول عن السايتو بلازم بمن معزول رح تقول لستاذ بغلاف نووي صح له لا هسه هاي شاسميها الخلية قدامي اسميها حقيقية النوات شون استاذ شون اميزي خلية حقيقية نوات حان البداعية قل استاذ الحقيقية النوات تمتلك غلاف نووي ونوية البداعية بدون غلاف نووي ولا نوية ومكان ما رح سميها نوات رح سميها منطقة نووية او نوات بدون غلاف نوو ولا نوية فاحنا عدنا شم موضوعي خلية حقيقية تمتلك نوات حقيقية بها غلاف نووي ونوية صار واضح يقول توجد في ممالك وعوالم احنا البداعية من اخذناها اذا قلت اميزي خلية مقارنة ذي شاسمتلك نوات بداية بدون غلاف نوو ولا نوية هاي بيها شنوية انه نواتها حقيقية بيها غلاف نو ونوية ذي شابي من تتمثل بكتريا وطحالب الخضر المزرقة والمايكوب لازمة هنا يقول توجد في ممالك وأعوالم الحيوانات والنباتات والفطريات والطلعيات الطلعيات مثل منو الأميبة والبراميسيوم داني شنوها اليوغالينة دانيها عبارة عن يسموها طلعيات كائنات حقيقية النوات يعني الخلية حقيقية بس هاي الخلية كلها تكون يكون جسم كائن حي يعني البراميسيوم كلها تكون من خلية واحدة وهاي الخلية نواتها تكون حقيقية فس frickbbleها طلعيّيات هس احنا مرنا نتعمق بهاي الامور يقول تختلف الخلايا الحقيقية من حيث الشكل والتركيب عفوا من حيث الشكل بها اشكال ثابته يعني الخلية تموت شكلها ثابت انتنولد شكلها ثابت وتموت شكلها ثابت يعني انولدت مربعه تولد مربع راحش تموت تموت مربع فهذا الشكل الشي اسميه ثابت تنولد يعني خلية تجي اول ما تصير للدنيا شكلها فرضا مربع وتموت مربع بيضوي تموت بيضوي هذا الشكل شي اسميه ثابت ثابت فيقول الخلايا اشكال ثابتة وغير ثابتة الاشكال الثابتة شباب تعال ركزوها الاشكال الثابتة تعال هنا اريدك شوية شغل دماغك انتبه علي هناش مكتوب كروي كروي يعني هذا كروي وبيضوي ومكعب والعامودي هذا هيك احنا ناخد العامودي والمسطح هيك الصير والهرمي شون المثلث الهرامات والانبوبي الانبوبي يعني هذا شون البوري تعالي هذا شنو الشكل شنو هذا الشكل عافية كروي وهذا الشكل بيضوي وهذا مكعب وهذا عامودي وهذا مسطح وهرمي وامبوبي شوف باوا ركزوها هس انا مساحتها بس خليتك تحفظها يقول اشكال ثابتة منها شنو الكروية بيضوية مكعبة امبوبية مسطحة هرمية امبوبية صار واضح واشكال غير ثابتة هس الاشكال ثابتة اخذناها عدد لي اشكال ثابتة الخلايا تعدد لي اللي هو الكروي بيضوي مكعب اللي هو العامودي والمسطح والهرمي والانبوبي الاشكال الغير ثابتة نطيني مثال يقول مثل الاميبة الاميبة شكلها غير ثابت يتغير من حين لاخر حتى يجاني تعليل يقول يتغير شكل الاميبة من حين لاخر باوعني حس اليوم عني منطقي محاضرة دا صور لك محاضرة لابس هذا اللبس اللي هو يليق مثلا بالتصوير ولكل يشاهده يصير ألبسك فالي نمو التعلropri وأصور لك بيه محاضرة يصير ألبسك Iljayzma ويصور لك بيه محاضرة يصير ألبس لك دجداشة ويصور لك بيه محاضرة ما يصير الدجداشة إلى وقت معين الإدريف مع الطوبة إلى وقت معين هاي الملابس إلى وقت معين القاط الى وقت معين بلبسه فاقول يابا يتغير انا شكلي يعني الشكل المظهر الخارجي يعني اسم مثلا رايح بعرس لبسة القاط مالتي عرس معزوم بعرس لبسة قاط انا ليش لبسة قاط يعني تغير شكلي صح لو لا تغير المظهر الخارجي ليش تقول الساد لان انت اكفت وظيفة راح تأديها راح توصل العرس عيد ايام عيد هالسحنة لابس دجداشة ورايح للأصلية او رايح الجيرانية او رايح للخطار ليش بس دجداشة لان رايح ازور العالم ليش البس مثلا قميص وبنطرون او تي شيرت وبنطرون اروح بي المن للدوام تقول الساد لان كل شكل يعني كل مكان الى شكل خاص فنفس الحالة يقول يتغير شكل الاميبة من حين لاخر يتغير من حين لاخر تعال هنا اوضح لك فالشغلة شوف هنا اردى امسحة صبورة المساحة مدروا انها انا ادي مشكلة بالمساحة تعال اي راح امسحة ما عندي اشي بيها يقول يتغير شكل الاميبة من حين لاخر شنو يعني باو الاميبة هذا شكلها اللي تكون اقدام كاذب هاي بيها هنا اخل نوات لان هي حقيقية النوات وش حتايا هذا شكل شكل رقم واحد وعندك دقاء غذائية هنا تريد تاكلها الاميبة هاي غذاء صح لو لا الاميبة تريد هذا التاكل لو حشسها وراح تكون اقدام كاذبة ذات تذكروها بالفصل الثاني شوف حاطت الدقائق الغذائية هاي ها شكل شكل رقم اثنيا هو نفسها الاميبة لو مو نفسه نفسه تغير شكلها من حين لاخر ليش تغير تقول استاذ انه هذا سبب التغير حتى تبلع الدقائق الغذائية شوف حتى بلعتها صح لو لا فهنا انا شي يقول يقول يا تغير شكل الاميبة من حين لاخر شي تجاوبني هنا تجواب باختصار تقول استاذ يعزى التغير في الشكل يعني السبب خلي الجواب نقول السبب السبب هنا كاتب يعزى بالكتاب التغير في الشكل المن الى الوظيفة التي تقوم بها الخليه يتغير شكل الاميبة من حين لاخر ليش تقول استاذ يعزل تغير في الشكل يعزل تغير في الشكل الى الوظيفة التي تقوم بها الخلاعي ليش تغير الاميبة من حين لاخر واحد يقول لها فيش اعرقته يابع تعال فلان انت طالب سادس الاميبة مرات يتغير شكلها يعني من حين لاخر يعني دائما يتغير يتقول يابع حدا هذا الشكل مالاته يتغير حتى شأنه تأدي وظيفة تقوم بها فتقول يعز التغير أو سبب التغير في الشكل المن إلى الوظيفة التي تقوم بها الخلايا أو تقدر تقول تستعيد يعني بمكان الخلية تقول الأميبة زياد أقول أغلب الخلايا الحقيقية النواء صغيرة وتحتاج متهار لرؤيتها عادي معلومة عادية ما حشايف أنه اليوم الخلية عدتها رجليناتها ربع أو تفتر هي مفارة ولا بزونة ولا جريدي لا لا خلية لازم عشا أحتاج متهار حتى أشوفها صح أو لا؟ وهي ليش أنا أحتاج متهار أشوفها والمتهار شايف بي أشوف بي الشغلات الزغار الجزعات الزغار المواد الزغار هي تخليح شيكيها زياد يقول أغلب الخلايا حقيقة النواء شنواء الصغيرة وتحتاج متهار لرؤيتها متبقين علي بس من دون شك هي أكبر منها خلالي البداية النواء شوف أهد السارفة دائمين أنا أسولفك كل محاضرة وكل سنة أعيد بها المنهج أسولفك أشتغلوا بمختبر مع التحليلات السابقة يجينا تحليل مع الإدرار اللي هو يسموه جنرال يورين اكزامينيشي اللي هو يفحص الإدرار العام يجي واحد يجيب الإدرار مالتب صفاحة يواجحة أو طبيبي يكتب كتبوا له نقول أجيب إدرارك نخليه بجهاز سنترفيوجيا نفرر نخلينا أخذ هذا الراصب نخليه بالسلايد مع المتهار فنشوف فيتي إحنا الدائرة من التتباع من المتر شوف فيتي دائرة شاشوف أشوف هواي شغلات من ضمن هنا أشوف هذا الشكل وأشوف هذا الشكل هاي هم كبيرة هاخلي نختاره واحدة أوكي هاي رح شا سميها شوف هاي رح نسميها احنا بالتقرير نسميها بثليال سيل نسموها خلايا طلاعية هاي الخلايا طلاعية حقيقية النوع وهاي من أشوفها شا كتب عليها بكترية سين يعني شاهدت بكترية أوكي يعني هاي البكترية شنوها رح تقول أستاذ هاي بداية النوع اثنين احتاجت مجهرة حتى شوفها اي أستاذ يقول الخلية حقيقية نوع صغيرة وتحتاج مجهر لرؤيتها لكن من دون شك هي أكبر من الخلية البداية صار واضح شباب هذا خلصة هدي يقول تحتاج الخلية إلى مساحة سطحية الغشاء البلازمي باوة انت قاعد هسا بالغرفة اللي شوف يعني أكيد انت قاعد بالغرفة مو بشارة حسا وجاي يشوف المحاضرة عينك على الشباك دير وشكها شباك شفتها شباك ليش احنا مخلين شباك في البيت ديك لسال حتى يصير تهوية للبيت مرات نفتاح يطبو الهوى مرات تطلع البوخة من الغرفة خلية ومحيطها الخارجي فهنانا شنو الجواب مالتي راح يكون يقول باب تبع عليه الجواب يقول لتبادل المواد بين الخلية ومحيطها الخارجي شنوه بشكل ملاء يعني بقى هذه الخلية يقول لك تحتاج هذا غشاء بلازمة هذا غشاء ليش هذا خارجي خلية أنا ليش احتاجها هذا غشاء بلازمة ليش احتاجها تقول استاذ حتى ابادل مواد بين الخلية والمحيط الخارجي بس التبادل على عن طريق منه صار عن طريق الغشاء اللي بلازمة صار واضح شباب هذا بالنسبة انه المل خلية حقيقية النواة هسا ناخذ خلية حقيقية النواة بمين تتكون خلينا نمسح الصبورة ونخطط على مود نوضح لكم فالشغلة مهمة شوف الخلية حقيقية النواة شباب نحن المصطرة مدروين هي هاي مقلقه تعال اهني باوع التستاذ علمتني قلت خليه بها 3 مكونات اساسية اللي هو غشاء بلازمة وعندي سايتو بلازم وعندي هاي نوات صح لولا تعال خلنا نسوي لك ياه على شكل مخطط هذا المخطط ضروري ومهم كلش مهم هذا المخطط كلش مهم زي تعال هس احنا ساح تقليل سادة لظل تخطط وطول المحاضرة ترتيب حتى تتعلم نسوي لك دفتر خاص بك للملاحظات هاي هسا مو شرطة اللي احنا نتعلم بالملازم ترتيب وهاي ها تعال تقليل سادة بس اتجاي ساول باوا لي شوف ركزوا يعني وين القبق هذا القبق أنا شنو موضوعي خلية حقيقية النواة الخلية الخلية حقيقية حقيقية النواة شبيه باوا بيها أليف وبا جدار خلوي وبيها غشاء بلازم الجدار الخلوي بعدها هسا رح ناخد محاضرات واحد عندي المكون الثاني اللي هو كلش مهم السايتو بلازم السايتو بلازم هاذا يا مكون الثاني والمكون الثالث اللي هو عفيا من هو النواة ركزوا يا شباب باع باع راح شا سوي لك شوف ناخذ هالقلم الأحمر ندقل استاذ هسا انت احنا المحاضرة الجاية رح ناخذ غشاء بلازمي جدار خلوي وغشاء بلازمي المحاضرة الثانية نطب لسايتو بلازم احنا كل لازم نسولف بي خلنا سوي لك هذا المخطط على مدنين هالمحاضرة هذا المخطط شباب على يده من عندك على مد تعرف عن وين راح اشرح صار واضح المحاضرة الجاية على مد تعرف وين راح اشرح تمام ما ادرا هل الخط عدل ما عدل مهم يمكن مواضح السايتو بلازمي يقول لي بيه مكونات حية ومكونات غير حية مكونات حية ومكونات غير حية هذا المخطط شباب مهم هذا سايتو بلازمي سايتو بلازمي خلية البداية سايتو بلازمي هنا بي مكونات حية وغير حية هسا أنا متقدم بعد ما أفروض أشرح لك جدار الخلاء والغشاء البلازمي يلا أطب لك وين بالسايتو بلازم بس هنا أنا على مود المحاضرة ها يوحة سيصير محاضرة وحة بس يعني محاضرة بسيطة على مود لسيصير مملة انتبع عليه من كونات حية أول واحد راح أخذ شبكة بلازمية داخلية شوف تعال خلي أسوي لك هذا هذا التوضيح هاي خلية شوف هاي خلية هذا غشاء بلازمي هذا غشاء بلازمي وهذا راح أقول أستاذ سايتو بلازم المكون ثاني وهاي النوات هاي النوات أول مكون هاذ اللي هو من هو الشبكة البلازمية الداخلية وين هاي بسايتو بلازم صح لولا المكون الثاني اللي هو شاسمه اسمه جهاز كولجي هذا مخطط خلي قدامك حتى تعرف من أشرح أنا وين جا أشرح هذا الجهاز كولجي المكون الثالث الميتو كوندري هاي الميتو كوندري مكون الرابع اللي هو من نسميها البلاستيدات أنا هنا ما أقدر أرسم لك البلاستيدات لأن هاي خلية حيوانية زي خمسة الجسيمات الحالة لأن كلها لازم ناخذ هاي الجسيمات الحالة ستة اللي هو نسميه هيكل الخلية هيكل خلية بخيوط دقيقة ونبيباط دقيقة وبي عندي جسيم المركزي تمام وعندي سبعة الجسيم القاعدي اللي هو اسمه الحركي وعندي ثمانية الفجوات هذني أخلص هني يلا أوصل مكونات الغير حية عددها بشقات خمسة تمام فهذا المخطط السوي شباب للمحاضرة الجاية راح اشرح جدار خلوي غشاء البلازمي والبعض السايتو بلازمي شبكة بلازمية الداخلية والجاس كورج والميتو كوندوريا وتعالي ويايا لجدار الخلوي والغشاء البلازمي حتى نسوي مقارنة ببينات السلام عليكم طلاب رجعنا وياكم بعد ما سوينا المخطط مكونات الخلية مكونات الخلية قلنا بها ثلاث مكونات اساسية اللي هو الغشاء اللي هو اللي بلازمي الجدار الخلوي بالخلية النباتية وخذ السايتو بلازم بي مكونات حي ومكونات غير حي وخذ النواة هذا المخطط اللي سويت لكم على هاي الصفحة هسه اخذ اول مكونات الخلية اللي فقط بالنباتية اللي هو الجدار الخلوي شوف طبع ب2016 و2017 جاي هو هذا الكتاب هاي نصية الكتاب بس ضفت عليها الاسئلة الوزارية هسه اغلب الطلاب يقول الساد انت ليش تكتب ليش ما تشرح وتكتبوا شباب انا شوية اختصر الوقت واردطيكم اكثر يعني انه شكوا شي وزاري جاي اثناء الكتابة ومادة قليلة لا لا خلي اكتبها ونسولف عليها وحدة وحدة ومثل ما موجود بأي ملزمة عندك هاذا نصية من الكتاب هاذا ناقلة من الكتاب مو من ملزمة معينة اللي هي بس فقط من درر الاحيان تقول يقتصر وجود الجدار الخلوي على الخلايا فراغ هذا فراغ جاي ب2016 و2017 نازحين دور الثالث يقول على الخلايا احنا المحاضرة السابقة بالبدائية انت راح شي سوي راح تجي تكتب استاذ يقتصر وجود الجدار على الخلايا البدائية راح تحصل خطأ ليش ليش خطأ لان باو انتبه علي كلمة يقتصر يقتصر تعال افسر لك كلمة يقتصر عاني موضوع خلية حقيقية النواة صح لولا والخلايا الحقيقية بها نباتية وبيها حيوانية النباتية شوف بها جدار خلوي الحيوانية بدون جدار خلوي باوة نجعل البدائية خلايا البدائية الكل بها شنو جدار خلوي صح لولا فاذا من اريد دجوي كلمة يقتصر يقتصر انتبه علي اول كلمة يقتصر يعني شي بي وشي ما بي يقتصر وجود الجدار الخلوي على الخلايا من البدائية راح تقول استاذ البدائية كلها بيها فما اقدر الكلمة يقتصر ما استفاد من اعتها فمن يقتصر وجود الجدار الخلوي على الخلايا النباتية فقط على الخلايا النباتية فقط ويتمثل تعرف بجدار خارج سميك جدار خارجي يحيط بمكونات الخلية ويغطي الغشال بلازمة الذي يقع الى الداخل منه تعال ارسم لك الخلية النباتية اهنا احتاج اوضح لك بالرسم تعال خلي نرسم الخلية النباتية نتعلم الرسم مالتها بصورة سريعة زين تجي اتجر خط بالمسطرة سوي لك مستطيل هذا مستطيل تجي هنا ايش تسوي شوف الخط تسوي هنا اصغير يعني هم جل الخط بس اصغير واوة وهنا انا سوي لك خط اصغير تمام تجي ش تسوي قوس وهاي تقوسها منها وهاي تقوسها منها انتبع عليه هذا شنو الاسود راح اشر كل لون انطي هذا غشاء بلازمة غشاء بلازمة الابيض شنو هذا عافية السايتو بلازمة سايتو بلازمة هيا خلية نباتية زين نجي على جدار الخلوي شباب اتبع عليه اشي يقول يقول يتمثل بجدار سميك يتمثل بمن تعال يقول بجدار خارجي سميك يحيط بمكونات الخلية ويغطي الغشاء البلازمة تعال هذا الغشاء البلازمة الاسود هو وين راح يغطي يغطي من بره يصير يغطي من جو سيغطيه وين؟ من الخارج باوي جدار خارجي سميك شوفوا شون جدار خارجي سميك يحيط بمن؟ بمكونات الخلية ويغطي الغشاء البلازمي الذي يقع للداخل منه يعني منه إلى الداخل؟ الغشاء البلازمي يقع وين؟ إلى الداخل من الجدار الخلوي باوي لي؟ صار واضح؟ هذا جدار خارجي سميك هاشي الله هذا جدار الخلوي يحيط بمن؟ بالغشاء البلازمي الذي يقع للداخل منه من الذي يقع؟ باوع تعالى أردف أسرلك بالعربي يقول يتمثل بجدار خارجي سميك تعريفه يتمثل بجدار خارجي سميك يحيط بمكونات الخلية ويغطي الغشاء البلازمي الذي تعود المل للغشاء البلازمي يقع على الداخل منه والمنه تعود المل للجدار الخلوي فيتمثل بجدار خارجي سميك يحيط بمكونات الخلية ويغطي الغشاء البلازمي الذي يقع على الداخل منه وضيفته يقول يحقق حماية واستناد للغشاء البلازمي والسايتوب لازم بشرفك هو إذا جدار سميك ضربته طلقة منه رح يوصل للسايتوبلازم؟ لا ما رح يوصل دكتشئتها بالقلم رح يوصل للسايتوبلازم؟ لا ما رح يوصل ليش؟ لأن هذا جدار سميك يحقق حماية وإسناد المن للغشاء البلازمي والسايتوبلازم صار واضح شباب؟ زين وظيفته شنو هاي؟ هسن يجي هذا الموقع هذا خلني نقول عليه موقع من التعريف أطلع الموقع زين والوظيفة هاي وهاي الوظيفة الوظيفة مالتها شنو هاي؟ يحقق حماية وإسناد المن للغشاء البلازم والسايتوبلازم والتعريف يقول له يتركب جدار خلية من ثلاثة طبقات الصفيحة الوسطى جدار ابتدائي جدار ثانى وتعال هم لازم أرسم له هذا يعتبر شنو هاي؟ جدار سميك صح لو لا؟ تعال جدار سميك راح أقول لك فتشغل هنا أنا أحتاج ألوان بس حدي أقلام ضايعة لأن عندي دور ما تخلي أقلام عندي شوفوا هاي شباب خلعتبره جدار ابتدائي وهذا الأحمر الصفيحة الوسطى صح لو لا؟ تخيلوا يا هيج زيان؟ هاي صفيحة وسطى وهذا الأزرق هاي هيج بس للتوضيح حتى شنوه؟ هاذا هذا ترى مرسم شباب صار هوسة باوع هاذا جدار الخلع وشوف كم طبقه بي ثلاثة الحمر راح شا سميها باوع أسميها صفيحة وسطى هاي الأحمر راح أسميها صفيحة وسطى صح لو لا؟ زيان الأخضر هذا اللي هو شنوه؟ جدار ابتدائي هذا جدار ابتدائي سد دخلي ولي الأزرق جدار ثانو يقولي أتألف جدار الخلية النباتية سوى كله صار جدار خلية نباتية اللي هو جدار خارج سميك يحيط بمن بالغشار البلازم الذي يقع للداخل منه وهي يحقق حماية واسناد للغشار البلازم والسايتو بلازم ويتألف من ثلاثة طبقات صفيحة وسطى جدار ابتدائي جدار ثانوي يجيك سؤال باوع تاعتها يقول مما يتألف جدار الخلية النباتية مما يتألف جدار الخلية باوع يتألف او طبقات يختلف عن التركيب الكيميائي تقول لي اولا صفيحة وسط اثنين جدار ابتدائي ثلاثة جدار ثانوي فلذلك اذا جبت لك تعليل استنتاجي يعتبر شوف شوف اهنا علل لي علل هذا التعليل استنتاجي علل يعتبر جدار الخلية النباتية جدار سميك ليش تعرفش الجواب مالتك راح تقول استاذ لانه مؤلف باوع هو ليش سميك بي ثلاث طبقات صح لو لا هسألت هذا قلم واحدة اقدر اكسره اذا صاروا ثلاثة اقدر اكسرهم لا ليش لان ثلاثة اقلام يعني ثلاث طبقات صار واضح فهنا تقول استاذ لانه يتعلف من ثلاث طبقات اللي هي جدار صفيحة وسطة جدار ابتدائي جدار ثانوي سأحفظهم دل النصابات صفيحة وسطة عفوا جدار ابتدائي اول ابتدائي والوسطة متوسطة والثانوي اللي هي الاعدادية والثانوي زين هسأ حد اللي هنا تمام با ركزوا ياي على فتش شغله يقول ممن يتعلف جدار الخلية تقول صفيحة وسطة جدار ابتدائي جدار ثانوي يقول يتعلف هذا جايب 2017 و2020 دور الأول يتعلف جدار الخلية فراغ هذا من ثلاثة طبقات هي الصفيحة الوسطة وفراغ وفراغ شا تجاوب بالفراغ يلا يا بطل يجاوب للفراغ عافية اللي هو جدار ابتدائي وجدار ثانوي افتب جدار ابتدائي وجدار ثانوي خلوش حتاية زين هاي خلصنا من حتا نجي عليه انتبه عليه يقول وكيميائيا يتركب شوف كيميائيا هنا طبقات يختلف يتألف واحد هنا وكيميائيا يتركب جدار الخلية من فراغ هذا جايب 2019 زين خارج القطر يقول كيميائيا يتركب جدار الخلية النباتية من مادة فراغ في الخلايا النباتية ويتثخن بإضافة فراغ في الخلايا المتقدمة بالعمر انت حتى لا تدوخ تقول لستاذ يتألف من مادة السليلوس في الخلية الفتية ويتثخن بإضافة الخشبين في الخلايا المتقدمة بالعمر انتبه عليه شباب يتركب جدار الخلية النباتية من مادة السليلوس في الخلية الفتية عندي هنا خلية فتية هاي شجرة صغيرة نقول فرض خلية فتية يعني توهى انولدت للدنيا هاي شح تتكلم جدار الخلية ومالتها مين يتركب بس السليلوس زين هاي الخلية تقدمت بالعمر صارت صارت خلي نقول ناضجة تقدمت شنو اللي راح أسول تبع عليه يقول ها صار قد اثنين يقول خلية فتية شنو بس السليلوس جدار خلية فتية بس اذا تقدمت بالعمر هي نفس الخلية تتقدم بالعمر كانت صغيرة وكبرت صح لأولا شكتب الخشبين هو نفسي تلقنين كاتب اللي بكتاب يعني شنو الخشبين لا خطر لازم شنو تبع على كلمة اضافة يعني السليلوس ويتثخن باضافة الخشبين يقول شنو السليلوس زائد الخشبين ساب ليش الخشبين تعال هسا تعدك مي تريد الثخن تسوي نشي شا تضيف له هذا تسوي كاستر تضيف له نشي فيجيت قلت لك يا عبا وهذا المي ثخنته بمن باضافة النشي المي وخرته لا بقيت بس ضفت عليها شنو النشي بس هاب ياخليه بالخلية المتقدمة بالعمر اللي هو من السليلوس في الخلايا الفتية وتثخن باضافة الخشبين في الخلايا المتقدمة بالعمر زائد إذا جبت لك سؤال تعال هذا سؤال استنتاجي مجاي يعني ما حد مطرق لا أصلا وما حد يفكر به حدد المسؤول عن هاااا.. شنو شف تثخين خلي نقول تثخين زين السليلوز هوش كاتب لبعض يتركب جدار خلية من مادة السليلوز في الخلية النباتية العفو هنا مو تفخين السليلوز تفخين الجدار الخلوة من المسؤول عن تفخن مو تفخين حتى تصير شنو تفخن تفخن هسه صارت الجملة مضبوطة هسه يجبالي هذا السؤال حتى نشارح للا الكتروني ولا طلاب اليوتيوب ولا لأي أحد شرحت لكم مياه هذا من المسؤول أن تفخن جدار خلية زين النباتية أو جدار خلوي يقول يتركب جدار خلية من مادة السليلوز في الخلية الفتية ويتثخن بإضافة الخشبين إذن الجواب كلمة وحدة هي الجواب يقول لأستاذ الخشبين صار واضح أقدر يقول موظفة الخشبين يثخن جدار خلية النباتية يقوله كيميائيا يتركب جدار خلية من مادة فراغ اللي هي السليلوز في الخلية الفتية ويتثخن بإضافة الخشبين في الخلية المتقدمة في العمر زين هنا أنا يقول لك يا أبا ما تركيب كيميائي لجدار خلوي هنا هذا الجواب ماتك باختصار تقول لأستاذ السليلوز السليلوز الجواب السليلوز في الخلية الفتية ويتثخن بإضافة الخشبين في الخلية المتقدمة في العمر صار واضح شباب فخلصت الجدار الخلوي وتعالوا للمحاضرة الوراها اللي هي رح أخذ بها الغشال بلازمي ومقارنة بينه وبين الجدار الخلوي زين والسايتو بلازم يلا في أمان الله يبا ترجمة نانسي قنقر